هنروح برضو لخبر ريمكن كان فيه شوية لغط على موضوع تكريم كلاود ليلوش وعلاقته باسرائيل ده هنا هنقول لحضراتكم البيان اجتمعت اللجنة الاستشارية العولية لمهرجين القاهرة السينمائي الدولي بشكل عاجل وذلك لدراسة ما اثير في وسائل الاعلام ومن قبل بعض الفنانين وبعض المثقفين حول دعوة المخرج الفرنسي كلاود ليلوش لاستلام تكريم عن مجمل اعماله خلال دورة المهرجين الاربعين خلال الشهر اللي جاي كلاود ليلوش جنسيته فرنسية وقالت ادارة المهرجين في بيان لها صدر امبارح بالليل قالت حرفيا اطلعت اللجنة على كل ما نشر خلال الايام الماضية من تصريحات ادلة بها ليلوش لمطبعات اسرائيلية خلال طلقي دكتورة فخرية من قبل احدى الجامعات تمت ترجمتها لعدة لغات ووجدت اللجنة انها كلها بتأتي في نطاق المجملات المعتادة من الفنانين عند زيارة اي دولة يعني بعيدا عن التصريحات السياسية تبعت كمان اللجنة قالت في البيان مبارح ان نظرا لان اعضاء اللجنة الاستشارية كافراد ومهرجين القاهرة كمؤسسة ثقافية وقفت طول تاريخها مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني دمفوش يعني جدال ولا مزايدة فان اللجنة بتدعو الجميع لتزودها باي وثيقة تتضمن اي موقف سياسي معلن لكلاد ليلوش ضد القضية الفلسطينية لان هما لسا ما تطلعوش على داد الوقت وكانت كلها مجملات او اي حاجة ضد حقوق الشعب العربي في المجمل سواء كانت تصريحات سياسية او غيرها وطبعا بان تم توقيع عليه او اي شكل اخر لتضمن السياسي مع الموقف الاسرائيلي ان هما يبلغوهم بيه على طول وعلى من يملك اي مادة بتثبت هذا الموقف او حد يعني اي حد تطلع على اي موقف لكلاد ليلوش مع القضية او ضد عفوا القضية الفلسطينية او ليه اي تصريحات منهضة للشعب العربي والشعب الفلسطيني انه هو يبعتها على عنوان البليد الالكتروني info at cf.org.eg خلال اربعة ايام ابتدت من مبارح الاربع 17 اكتوبر لغاية يوم الحد اللي جاي هتقوم اللجنة بدراسة المواد في اجتماع عاجل واتخاذ قرار بشأن التكريم لسه لم يعلن اذا كان هيكرم كلاد ليلوش ولا لأ طبعا على ضوء انه هو هل لي تصريحات مع الجانب الاسرائيلي ولا لأ ده برضو علشان ايه يعني ايه نونهي هذا اللغط برضو يمكن من الاخبار اللي اللي